السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كان في مؤتمر صحفي لرئيس معهد غوبات كوخ بروفيسور دكتور لوتا فيلا ووزير الصحة الألماني يين شبان سنرى أهم الأشياء التي تم الحديث عنها ولكن عدد الحالات الجديدة المسجلة في ألمانيا أولا 9997 الانسيدانت سال 62.6 وعدد الوفيات 394 رئيس معهد غوبات كوخ اعتبر أنه رغم انخفاض عدد الحالات في الفترة الماضية منذ بداية السنة ولكن نشهد الآن مرة أخرى تغير في الاتجاه وهذا الشيء يعمل لحظه من خلال الانسيدانت سال اللي يعب ترتفع يعني ولو بشكل بسيط في الأيام الأخيرة وكذلك عدد الحالات الجديدة المسجلة بالنسبة للقاح أستخى زينيكا اللي كان فيه هناك يعني نوع من الرفض من قبل بعض الناس له في ألمانيا بشكل خاص تحدث عنه وقال أنه لقاح يعني فعال وجيد أيضا في محاربة هذا الوباء وقال أن الأعراض الجانبية التي يتعرض لها الإنسان سواء يعني الوجع في الرأس أو حتى السخونة أو الحمى التي يتعرض لها الإنسان قال وجع رأس لمدة يومين أفضل من الإصابة بهذا المرض فيما يعتبر يعني مرة أخرى دعوة لتلقي هذا التطعيم يعني من قبل شركة أستخى زينيكا من الأشياء المهمة التي ذكرت أيضا في هذا المؤتمر الصحفي هو الآن ازدياد إصابة الناس من فئة الشباب أيضا بهذا الوباء وخاصة مع انتشار الطفرة البريطانية الأكثر قدرة على العدوى في ألمانيا وحذر بخوفيسور دكتور لوتا فيلا من أنه إذا لم يتم تطبيق قواعد المهمة اللي منعرفها الآها غيجل زايد أل يعني التباعد غسل اليدين ارتداء الكمامة وأيضا التهوية إذا لم يتم تطبيق هذه الأشياء بشكل صارم والاستمرار في الالتزام بالقواعد المعمول فيها بها فإنه سنكون هناك أو سنتجه إلى موجة ثالثة إذا الجميع يتحدث الآن في الأيام الأخيرة عن الموجة الثالثة في ألمانيا أيضا الشيء الملاحظ في ألمانيا من قبل السياسيين أن هناك رغبة في إعادة الافتتاح في ألمانيا ولكن المشكلة أنه ليس لدى أحد أي خطة واسعة شاملة يعني يمكن تطبيقها لإعادة الافتتاح أو تخفيف الإجراءات فرئيس حزب الاس بي دي كذلك الآن فالتا بوغيانس يلي دعا في قناة CDF في مقابلة إلى تخفيف الإجراءات وإعادة الافتتاح ولكن بخطوات صغيرة أو خطوة بخطوة شغط في شغط ودعا طبعا إلى إعادة الافتتاح الحزر وأيضا طبعا الابتعاد عن موضوع يعني من الأشياء اللي عبيتون من نقاشها الآن في ألمانيا هو الابتعاد عن هذا الرقم الـ 35 اللي تم الحديث عنه في المؤتمر السابق للمستشارة ورؤساء وزراء المقاطعات لأنه توقعنا نحن أنه إذا انتخفضت عدد الحالات للـ 35 للمدة أسبوع نشهد إعادة افتتاح المحلات ولكننا بعيدين كل البعد عن هذا الرقم مثل ما عم نشوف يعني عن مستوى ألمانيا اليوم 61 فرغم الإغلاق ورغم اللوكداون شكلنا ما رح ننزل لهذا الرقم أبدا وحتى يعني الرقم الـ 50 السابق اللي كان عبيتون من الحديث عنه لم نقترب منه على مستوى ألمانيا كاملا طبعا بعض المناطق يعني أقل بعض المناطق أكثر ولكن عشان مستوى ألمانيا نحن بعيدون عن هذا الرقم فهل هذا يعني أننا سنبقى إلى الأبد في اللوكداون دون إعادة افتتاح هاي الأشياء اللي عبيتون من نقاشها الآن في ألمانيا فرئيس وزراء مقاطعة شليسفيش هولشتاين في شمال ألمانيا دانيل جونتا دعا الآن إلى على الأقل السماح بالسياحة الداخلية في ألمانيا ولكن بشروط منعرف أنه اسم أوسم عام 2020 لم تكن هناك يعني حركة سياحية قوية خاصة خارج ألمانيا ولكن دعا إلى أنه طالما لا يمكن السفر أو لا ينصح به أيضا إلى خارج ألمانيا على الأقل إلى السماح بالسفر الداخلي أو إقضاء الإجازة مثلا مثل الأوسطى أو لو بالآن يعني عطلة عيد الفصح في الشهر الرابع داخل ألمانيا ولكن بشروط من الشروط اللي عبيتم اقتراحها أو اقترحها هو استعمال الإنف باس يعني استعمال أيضا دفتر اللقاح أي يسمح لكل شخص أن يسمح يعني لكل شخص تلقى اللقاح أو التطعيم أن مثلا يمارس السياحة الداخلية في ألمانيا أن يسمح له مثلا بالسفر إلى البحر وقضاء عطلة الإجازة داخل مثلا الفنادق هاي الأشياء اللي دعا لها لأنه منعرف شتيس فيش هولشتين أيضا هي مقاطعة مطلة يعني في شمال ألمانيا على البحر رغم وجود يعني وانتشار الطفرة البريطانية المهمة الآن في مدينة فلينسبوك في شمال ألمانيا على الحدود الدنماركية والإجراءات المشددة المفروضة هناك مع ذلك دعا الآن يعني إلى السماح بالسياحة الداخلية ضمن هذه الشروط لذلك كان في اليوم اجتماع لمستوى الدول الالتحاد الأوروبي والفواضي الأوروبي وأيضا المستشارة الألمانية أنجيلا مايكل شاركت في هذا الاجتماع وبعد الاجتماع أيضا تم الحديث عن نتائج هذا الاجتماع هدفه هو توحيد الإجراءات في أوروبا لمحاربة هذا الوباء ومنها مثلا مثل محاولة الحصول على كميات أكبر من اللقاح مثل ما بنعرفنا الكميات محدودة التي تصل لدول الاتحاد الأوروبي وأيضا عن طريق توحيد الإجراءات خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود وعلى ما يبدو أن هناك اقتراحات من قبل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة دول مثل اسبانيا، البرتغال واليونان إلى وضع دفتر اللقاح ديجيتال يعني ممكن كل إنسان يحمله معه في التليفون في الهندي على مستوى أوروبا يسمح بحرية السفر والتنقل إذن دول الاتحاد الأوروبي عم تحاول تعمل بهذا الاتجاه ولكن الواضح أن ألمانيا والمستشارة بشكل خاص في ألمانيا هي لحد الآن ضد هذا الموضوع أو على الأقل ليست معه وقالت أن هذا الموضوع مرتبط أيضا بقرار سياسي يعني ربط عملية أنه هل سنقوم بالسماح للناس التي تتلقى التطعيم بحرية السفر والتنقل دون غيرها من الناس هذا النقاش جدا مهم في ألمانيا وألمانيا بنعرف يعني إلى حد بعيد هناك شفافية وديمقراطية حول هذا الموضوع وأيضا عدم وجود لحد الآن أي إثباتات علمية أن متلقي التطعيم لا يصاب بهذا اللقاح أو لا ينقله إذن أيضا هذه المواضيع التي يعني لا يتوجد عليها إجابة شافية وكافية علميا بعد فليش لحتى نسمح للناس المتلقي التطعيم بحرية التنقل والسفر وربما مع ذلك أنه ممكن مثلا أنه ينصابوا بهذا أو حتى ينقلوا فإذن هناك يعني العمل على هذا الاتجاه ولكن من غير المتوقع أن يتم إنجاز هذا الموضوع قبل سلاسة أشهر حتى الصيف ومع ظهور التفارات الجديدة الآن شركة بايونتك فايزر تعمل الآن على اختبارات ودراسات سريرية بإعطاء جرعة ثالثة للشخص على بعض المتطوعين عبتجري الآن دراسات سريرية بنعرف لقاح شركة بايونتك هنا العبارة عن جرعتين الأولى والثانية بعد حوالي سلاسة أسابيع الآن عبتم اختبار مدى فعالية إعطاء جرعة ثالثة أيضا للأشخاص يعني ومدى مساعدة ذلك في محاربة أو تقوية جهاز المناعة أيضا ضد الطفارات السائدة الآن جنوب أفريقية البريطانية البرازيلية فعبتم الآن هذه الاختبارات وأيضا يعني عبتم اختبارات ودراسات أيضا لإنتاج جيل جديد أيضا من اللقاحات وخاصة تكون فعالة ضد الطفارات الجديدة اللي عبتجدد بشكل دائم أن يتكون هناك استجابة أيضا من قبل الشركات الصانعة للتطعيم رئيس وزراء مقاطعة بايون ماكوس زودا يرد بشكل حاد على الاتحاد الأوروبي وأيضا الانتقادات اللي يتعرض إلى بسبب قرار إغلاق الحدود مع الشيك وأيضا مع بعض مناطق النمسا خاصة مع تيغول فلذلك دعا الآن أو أكد أنه سيتم تمديد مراقبة الحدود مع الشيك وأيضا مع تيغول في النمسا وتعرض الانتقادات الشديدة ألمانيا بشكل عام يعني بسبب هذه الإجراءات وقال يعني حرفيا لازم تشوفها الحكي يعني إذا كان الفوضية الأوروبية تريد أن تفعل شيء من أجل المنطقة فسوف نسعد بجرعات إضافية من بروكسل يعني من الاتحاد الأوروبي فيما هو يعتبر انتقاد مبطن ورد حاد على موضوع التقصير اللجنة أو الفوضية الأوروبية في شراء كميات كافية من اللقاح الشيء اللي صارنا بنعرفه كلياتنا وقال لهم إذا كنتم أنتم مقصرين في شراء كميات كافية من اللقاح فنحن لا يلومون أحد على إغلاق الحدود لحماية أنفسنا هذا كان رد حاد أيضا من رئيس وزراء مقاطعة باينفهل هذا هو محق بهذا الرد من وجهة نظركم رح ننتهي الآن كمان للخبر الأخير يلي هو أيضا عملية واسعة اليوم في ألمانيا ضد شبكة من النازيين الجدد وصفت كذلك في مقاطعة تورينغن وقام بهذه العملية 500 شرطي من الوحدات الخاصة وأيضا المكتب الجنائي الاتحادي وحتى في المقاطعة ضد مجموعة من الأشخاص وتم إلقاء القبض على سمانية منهم ومصادرة أموال وأشياء أخرى إذن أيضا مرة أخرى عملية واسعة في ألمانيا لمحاربة هذه الشبكة التي وصفت أنها من النازيين الجدد وهي كانت أهم الأنباء من ألمانيا في هذا الصباح أتمنى أكون أفتكم خلال المعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته